لدى افتتاح سموه لمعرض الخليج للعقار 2018 أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن الحكومة هيئت بيئة وبنية تشريعية وفنية تدعم نجاح الاستثمار في القطاع العقاري وأن الحكومة تنفذ مشاريع تنموية وفق رؤية مدروسة يدعمها قطاع خاص متحفز للمشاركة البناءة في التطوير ما جعل البحرين تحتفظ ببريقها الجاذب للاستثمار في هذا القطاع رغم ما يشهده من تنافس إلا أن التنافسية البحرينية ظلت رائدة بفضل ما توفره الحكومة من حماية وضمانات للمستثمرين وما تطرحه من فرص أمام الاستثمار في هذا القطاع وهو ما ساعد كثيرا على استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع العقاري لإقامة المشاريع التطويرية في البلاد أكد صرح بسمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على أهمية الترويج للسوق العقارية في العملية الاستثمارية من خلال المعارض المتخصة ومن بينها معرض الخليج سموه قد تفضل فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح معرض الخليج للبناء ومعرض الخليج للعقار ومعرض الخليج للديكور والتصميم الداخلي والأثاث الذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة كبريات الشركات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأجنبية وقد قام سموه بقص الشريط إذانا بإفتتاح المعرض ثم تفضل سموه بالقيام بجولة في أجنحته المختلفة واستمع سموه خلالها إلى شرح من القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه حول ما يضمه من مشروعات ومنتجات صناعية تستخدم في قطاعات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والديكور والأثاث وقد أعرب سموه من أجابه بما تضمنه المعرض من مشروعات عقارية ومنتجات متميزة في قطاعات التصميم الداخلي والديكور والأثاث مشيدا سموه بما يتسم به المعرض من تنظيم متميز أسهم في تحفيز العديد من الشركات الكبرى على المشاركة فيه واستقطاب مشاركة واسعة من مختلف الدول وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن قطاع البناء والعقارات في مملكة البحرين يشهد نهضة مستمرة تتجلى ملمحها في حجم وعدد المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة مشيرا سموه إلى أن تلك النهضة العقارية والعمرانية تتكز على بنية تشريعية وقانونية متطورة تحفز على الاستثمار في هذا القطاع وشدد سموه على ضرورة التوسع في إقامة المعرض المتخصة لأهميتها في استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى المملكة لما تشكله هذه المعارض من مناسبة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تمتلكها البحرين في القطاعات المختلفة وما يتوفر لديها من بنية تحتية تشجع المستثمرين على دخول السوق البحريني بكل الثقة في النجاح وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن صناعة المعارض والمؤتمرات تحظى باهتمام كبير من الحكومة التي تقدم كل التسهيلات المناسبة التي تعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني مشيرا سموه إلى أن سياسات الحكومة في سعيها لتنويع مصادر الدخل تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المجال العقاري وتحفيزه للقيام بدوره كأحد القطاعات الحيوية وتوفير المقاومات التي تضمن لها القدرة على المنافسة إقليميا ودوليا وأشهد سموه بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص والمطورين العقاريين في مساندة جهود الحكومة على صعيد التنمية من خلال التوسع في إقامة المشروعات السكنية والترفيهية الجديدة مؤكدا سموه أن ذلك التعاون أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كأحد الوجهات في مجال الاستثمار العقاري ونوها صاحب السمو الملاكي رئيس الوزراء بما تشهده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من طفرة في المشروعات العقارية موجهة بالأساس لصالح شعوبها ويتيح لهذه الدول مزيدا من الفرص لأن تمضي على طريق التنمية المستدامة بخطوات أكثر تقدما مضيفا سموه أن دول مجلس التعاون تمتلك العديد من المقاومات المادية والبشرية التي تؤهلها لأن تواصل مسيرتها التنموية على أسس قوية ومتينة وتعزز من قدرتها على توفير حياة أفضل لمواطنيها ارتكاز على رؤى واستراجيات طموحة تلبي احتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل وأثنى سموه على الجهود التي يطلع بها القطاع الخاص في تنظيم المعارض المتخصصة ومنها شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات التي قامت بتنظيم هذا المعرض الذي أصبح يلقى سنويا إقبالا متزايدا من قبل المشاركين والعارضين فيه ومن جانبه عرب أنور عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه ورعايته للمعارض كل عام مؤكدا أن دعم ومساندة السموه للقطاع الخاص يشكل قوة دفع لهذا القطاع لكي يقوم بمزيد من الجهد للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين وتوجه جبران عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بالشكر لصاحب السموه الماكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية وافتتاح المعارض سنويا مؤكدا أن دعم سموه لا محدود لصناعة المعارض والمؤتمرات أسمى في تطور هذه الصناعة وقال أن المعارض الثلاثة وهي معرض الخليج للبناء ومعرض الخليج للعقار ومعرض انتيريرز التي شرفها صاحب السموه الماكي رئيس الوزراء برعايته الكريمة لها تعد وجهة عرض شاملة موجهة لقطاع الأعمال لخدمة أسواق البناء والتصميم الداخلي والعقارات في منطقة الخليج الشمالية ويشهد المعرض اقبالا متزايدا ومحدثا يترقبه الكثيرون بفضل ما يحظى به من دعم ومساندة ملدون صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر